برضو كل فترة والتانية يعني القبر لا يخلو من خبر تتداول الصحف الرياضية والمواقع الرياضية المختلفة الحقيقة الخبر المراضي برضو من النوع اللازم يتوقع بعض السوء غريب جدا الخبر اللي معاك ده نعم غريب جدا قال لحضراتكم ايه بقى أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف استبعاد باربرا باندا وهي لعبة منتخب زنبيا من أمم إفريقيا للسيدات بسبب ارتفاع نسبة هرمون الزكورة عندها وده بعد ما أجرت اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي عدة فحوصات للعديد من اللاعبات على مستوى المنتخبات المختلفة قبل ما يخوضوا طبعا منافسات البطولة جاءت نتيجة العينة ليتم بمجابها استبعاد قائدة منتخب زنبيا لكرة النسئية من كان المغرب 2022 زي ما بقول لحضراتكم بسبب ارتفاع مستويات هرمون الزكورة عندها الجديد بالذكر ان اللاعبة دي عندها 22 سنة وبطبيعة الحال عندها قدرات بدنية كبيرة جدا مخليها فرق كتير عن بقية اللاعبات الافريقيات وده أدى لإبعادها عن هذه البطولة وكمان هي لعبة في ممتخب زنبيا ومحترفة في فريق شانجهاي الصيني وهي كانت هاتريك قبل كده كانت سجلت لقب أو حققت لقب هاتريك شهير في مرمى هولندا والصين في أولمبياد توكيو الأخيرة وده اللي خلاها هدافة لعبات القارة السمراء في الأولمبياد برصيد ستة أهداف والأمر ده يعني بيتكرر كتير يمكن أغلب المرات اللي احنا كنا بنتكلم وحضراتكم في خبر مشابه كان أغلبه في دنيا ألعاب القوة لكن المرات دي في كرة القدم النسائي